أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفاء الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على أهمية تعزيز التعاون الدولي المشترك وتوحيد كافة الجهود المبذولة ووضع الحلول المبتكرة والخطط الاستراتيجية الدعمة لتحقيق النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة مشيرا معالي إلى أهمية التوظيف الأمثل للموارد والعمل على تعزيز القدرات لتجاوز مختلف التحديات بكل كفاءة وتحويلها إلى فرص وعدة جاء ذلك خلال البيان الذي ألقاه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أمام لجنة التنمية في اجتماعها التاسع بعد المئة باسم دول المجموعة العربية والمالديف والتي تمثلها مملكة البحرين في إطار مشاركة معالي في اجتماعات الربيع 2024 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة بواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية وأشار معالي خلال الكلمة التي ألقاها إلى البرامج والمبادرات التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي وأثرها في تلبية احتياجات الدول وتحقيق مساعي التنمية الاقتصادية لفتا معالي إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير البرامج والمبادرات وتخصيص الموارد اللازمة الداعمة للقطاعين العام والخاص إلى جانب توجيه الجهود من أجل دعم مختلف القطاعات بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وأشار معالي إلى أن الأمن أساس التنمية والازدهار وأحد الأركان الرئيسية لمواصلة تحقيق المنجزات التنموية المنشودة لفتا إلى أن ما يمر به العالم من حالة عدم السلم والأمن والاستقرار وخاصة في قطاع غزة ألقت بظلالها على الاقتصاد الإقليمي والعالمي دعيا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول دبلوماسية لتسوية كافة النزاعات والصراعات الإقليمية وإيجاد مصدر تمويل مستدام لدعم الاقتصاد والتنمية في قطاع غزة وتخفيف معاناة السكان المدنيين إلى جانب العمل معا لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعلم موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 as well as budget support for the Palestinian Authority. And as the traditional greeting in our region goes, السلام عليكم, peace be upon you. So let us commit to redoubling our efforts to work together to deliver peace, optimism and hope around the world. Thank you.